اخواني اخواتي عشاق قناة ابرتمو فاس اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي الان توجهنا لطريق اموزر غادي تشوفوا معايا واحد الفيلا لدات مساحة كبيرة المساحة ديالها اللي في الارض هي 860 متر تبارك الله ما شاء الله يعني مساحة كبيرة جدا هاد الفيلا خوتي اللي كتواجد في زنقة المنامة طريق اموزر اللي مبني فيها هو 380 متر قريبة جدا المسجد الملئي لادريس اللي كتواجد في طريق اموزر اخواني اخواتي على بركة الله غادي تشهدوا معايا الفخامة تبارك الله ديال هاد الفيلا لتشوفها معايا عبارة على قصر جاي ممتازة جدا اخواني اخواتي هاد الفيلا فيها حياء مجميلة في هاد الفلاسة هذه يعني حي غزان بسوكريتي بالكاميرات حي 24 ساعة 24 ساعة كينين فيها الويدادية هنا اخوتي تشوفوا معايا الجمالية والرونقية ديال هاد الضخامة ديال هاد الفيلا للأسف يعني بدأ ينتظروا شيئا ما في مدينة فاس تشوفوا معايا صالون مبهج جميل بهاد ديزاين ديال القبص وكذلك بهاد الجليج التقليدي الرائع البلدي اللي تيجي جميل خوتي وكيعطيه واحد رتاح واحد نفسية واحد طمئنانية القلب يعني الانسان كيقلس هنا يا ما شاء الله تيقلسوا تيشوف هاد الاصالة وهاد المعاصرة اللي كتندمج في هاد الفيلا والقلب كينشارح لها ما شاء الله يعني للأسف للأسف ما بقاش هاد شيء بزاف اخواني اخواتي العلم نذكركم قبل ما انسى بان هاد الفيلا اللي كتشوفها معايا اللي فيها 860 متر كان نوجه نداء المقاولين اللي تيبنيو را عاطين فيها هنا يا الار بليس كات يعني فلاجونس ايربا عاطين اير بليس كات وكذلك اللي بغاها السكنة ما زال ما شاء الله مضخمة كتشوفها معايا صالونات ممتازين ورائعين هنا تشوفوا الجمالية ديال النحت ديال هاد القبص اللي جاي جميل خوتي جاي رائع كيف ما قلتكم انا سميتها قصر صراحة الله بهاد ديزاين الجميل جميل اللي كيتواجد في هاد الفيلا هاد اخواني اخواتي شاهدتوا معايا ما شاء الله صالون ممتاز وكذلك غتشاهدوا معايا صالونات مفرقين غير بالفراش يعني كل واحد كيف بغا يفرش على طريقته الخاصة تشوفوا معايا قليصة خراستي العصري موضغن يعني الناس اللي عبوا على الاصالة وعلى المعاصرة كتشوفوا قبلتكم هاد الطريقة ديال الخشب رفيعة جدا يعني هاد العود هادا اللي كان قديم عود ما شاء الله ستشوفوا نوعي هاد الهيطر القديمة الاصيلة وكين شميني على هاد شكل هادا ديال تحجريت جاي رائع وكذلك قليصة كتشوفوها قبلت شميني يا سلام وكذلك اخوتي كين الاطلالة الرائعة ديال هاد الفيلة اللي دايرة كاملة على الجريدات وعندها نوافذ كبارين للاطلالة ديهم كاملة على المساحة الخضراء وصراجم كبيرين يعني شوفا فيهم بحالي كتشوف شوفا ديال البالكم اخواني اخواتي نعاود نذكركم بانها كتواجد قربة المشجد الحسن الثاني اللي جاي في طريق اموزار جميع المرافق اللي كي طلبها الانسان كتواجد في هاد ارقى مواقع مدينة فاس اخواني اخواتي تتشوفوا معايا سلامون جي ملكية بالخشب خلطة البليصة ديالها يعني جاي واحد البيت مفتوح او صالون مفتوح اخوتي ورين لكم الاطلالة ديالها على النافذة كتشوفوا هاد ديزاين اللي جاي غزال شوفوا هاد الارابيسك يعني بهاد النوعية ديال هاد الخشب الغزال والممتاز وكان هنا يا دخيلة اللي وريدكم طبيلة مونجي اللي عندها الباب كي تسد بالكوليس ودائرة كاملة بالخشب كتشوفوه معايا اخوتي هنا بتعناكم بجمالية هاد الشوق اسمحوا لي هاد الصالونات وكتشوفو كذلك كينا واحد دورة اللي كتشوفوها بالخشب عطية تهي من در جميل عطية واحد الرونق هي واحد جمالية لانسان الى در طليلة من الفوق تثبن رائعة وجميلة هنا اخوتي تشوفو معايا ديزاين جميل بالرخام هادك ره شلال خدم وكين اخوتي البير وكين الانستالاتيون ديال لوكال تكني والجميل جدا اخوتي اللي هتشاهدو معايا هنا يكينا دخيلة ديال الباب تتشوفو معايا المدخل الرئيسي شحال كبيبر مباشرة مني كان دخلو اخواني اخوتي لها الدخيلة كالقوا احسن حاجة الاحسن حاجة وهي بيت الله اللي كتشوفوه قبالتكم مشجد رائع يعني في قلب هاد الفيلة باش قلتكم ان الطمئنينة والسكينة كتنزل مجرد اننا كندخلو هاد النوع من هاد الفيلات العريقين للاسف شديد ما بقاوش دابا وكين خريجا ديال الخرجاء اللي غادي نخرجو البرة هتشاهدو معايا الجمالية ديال المساحة الخضراء وكين اخواني اخوتي هادا هو المدخل الرئيسي منين كان دخلو على الشارع الرئيسي اللي جاي في دخيلة ديال الباب وكين اخوتي هنا يا لوندخي ديال او المدخل ديال ديال الجردة كين يجوج ديال الغرف اللي كل واحد شنو بغايدير فيهم ومن هناك تبدأ دخيلة ديال الجريدة غادي نوريها لكم بإذن الله من الجهة الاخرى اخواني اخواتي نعاود نذكركم بانها جاية في موقع جميل جدا هاد الموقع اللي هو طريق امو الزر خوتي زنقة المنامة قريب المشجد الحسن الثاني وكين اهنا يا كذلك جريدة اخرى بالاضافة الباركينج ديال الطنوبيل اللي عنده غاراج اللي عنده دخيلة دياله حتى هو عنده الباب اللي بغايدير هنا يا قبلتكم طنوبيلة دياله اللي بغايدخلهم الداخل الباب قبلتكم اللي كتشاهدوه معايا اخواني اخواتي شاهدو معايا المدخل شاهدو معايا الصالونات ما شاء الله مزيونين الان غادين شو باش شاهدو معايا الغرف اللي كيتواجدو الفخ وكين لكاب اللي فيه اخوتي كوزينة صغيرة وكذلك فيه جوجيا البيوت وفيه واحد لوكال تكنيك وفيه اه دبارة جاية متح الدرج هنا تشوفوا معايا طلعا ديال الدرج باش غادين طلعوا مباشرة البيوت بهاد النوعية ديال العود اللي يمتين تبارك الله شوف السمك ديالو شحال طالع حتى الفوق بالاضافة هاد نوعية ديال الارخام وهاد النوعية ديال السراجم اللي طالعين في الدرجات عاتين واحد منظر جميل هاد هي كيف ما قلتلكم طللة الجميلة اللي جاية كاملة بالعود كتشوفوها معايا احنا كنقولو الطاقة هنا في مدينة فاس تجي غزالة بهاد المنظر هذا ما شاء الله وليزا دعتها اجمالية وهي هات ريا ديال الكريستال اللي اه كتعطي منظر جميل خصوصا بالليل اخواني اخواتي بدأوا بالغرف هتشاهدوا معايا الغرفة الاولى لمجرد اننا كندخلو لها هاد الغرفة كبابرة اللي فيها حمام وكذلك فيها اه بحل ستوديو يعني كبابر بحل الاسويد هناك تشوفو معايا اخواني اخواتي البيت اللي عندو قليسة بالاضافة البالكو بالنسبة لحد اه الطابق الاول اللي كيتواجد في هاد الفيلة هادي خصو بعد الاصلاح هناك تشوفو معايا من هاد الجهة هادي يعني البيت كحال كبابر وكين بالكون للاطلالة ديالو على الجريدة عاد بالاضافة كين حمام وكين الدغيسينك المساحة ديال البيوت بحكم ان تبارك الله فيها 860 متر يعني الغرف كبابرين هنا تشوفو معايا الحمام الحمام بالفاسك ديالو وبالدوش ديالو كذلك بالطوالة وبالوضايا كتشاهدوه قبالتكم وكين بلاكار وراء الباب هناك تشوفو طليلة ديال الصرجمات ومشوا مباشرة اخواني اخوتي تشاهدو الغرف الاخرى يعني كين هاد الباب هذا اللي جامع ثلاثة ديال الغرف ديال الوليدات بالحمام ديالهم هنا هادي نوريكم مباشرة اخوتي مجرد ان هناك ندخلو كين البيت الاول اللي كتشاهدوه قبالتكم وهذا حتى هو عندو البالكون الاطلالة ديالو على دخيلة ديال الباب وكين كذلك بيت اخر عندو البلاكار ديالو عندو طليلة احتهي على جريدة وعلى لندخي ديال الباب وكين البيت التالت اللي جاي قبالت الحمام اللي غتشاهدوه معايا حتى هو كين قبال من ندخلو البيت كين حمام وكين جوج ديال البلاكار هذا حمام اللي فقد كان كببرة واخد المساحة ديال الحمام كاملتان وكين البيت الاخر اللي تهوى فيه بالكون اللي الاطلالة ديالو نفسها نفس الاطلالة ديال هاد الغرف بالاضافة البلاكارات كبارين اللي كيتواجدو في قلب هاد الفيلة وكين بلاكارات اللي خارجين على جوج ديال الغرف وهدا هو الباب اللي تيجمحهم اخواني اخواتي شاهدتو معايا ربعا ديال الغرف اللي كيتواجدو في هاد الفيلة غادي نوريكم واحد لطيراس اللي كبابر ما شاء الله كتشوفوه دير بحل ومحل السطح يعني ارى ما هز الانسان فيه تيكون فيه منظر رائع كتشاهدوه قبلتنا عندو اطلالة على البيت سيس ما تكرش بي عنها فيها المسبح المسبح اللي ديال الكبار تشوفوه قبلتكم اخواني اخواتي هاد الفيلة اللي كتواجدو في طريق اموزر الكالم تام هدا هو الشارع اللي كيتخرج مباشرة كيخرجنا المشجد الحاسم مشجد مولاي الادريس اللي كيتواجدو في طريق اموزر اخواني اخواتي شوفوا على منظر رائع جدا ديال هاد المنطقة يعني هاد الاشجار الجميلة وهاد الاشجار الخلابة يعني هاد الطبيعة الرائعة اخواني اخواتي هاد الفيلة اللي فيها 860 متر اللي كتواجدو في الارض واللي بني هو 380 فيلا عاتين فيها احتار الاربليس كات اللي بغها اخوتي التمن ديالها هو 690 مليون تمن البيع بصرح صاحب هاد الفيلة من هاد المنظر تنقول لكم حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته